جددت الجزائر وبلاروسيا الأحد تأكيدهما ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه على قطع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود أو شروط أو عراقيلة وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البلاروسي أن البلدين شددوا على حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع برمته عبر التعجيل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف في خضم تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائم الإبادة الشنيعة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة أكدنا على ضرورة إلزام القوى القائمة بالاحتلال على لجم عدوانها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط أو عراقل بالإضافة إلى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع برمته عبر التعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف